وفي هذه الأثناء تتواصل حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف دول العالم اذ قطعت العديد من الدول شوطا كبيرا في هذا المضمار في هذه الفقرة من غرفة الأخبار ينضم إلينا مجددا روبير روبير ما هي أهم الدول التي أطلقت حملات وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا مهنة دول كثيرة بدأت بالفعل بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من سكانها نجمل أهمها في هذا العرض ولكن هي متصلة بشكل كبير في الاقتصادات كسرت إصابات كورونا عالميا حاجز المائة مليون إصابة رقم كبير جدا ترتفع معه المخاوف من نقص إمدادات اللقاحات وتبعات التوزيع غير العادل للجرعات منظمة الصحة العالمية تعهدت عبر برنامج كوفاكس بتوفير 25 مليون جرعة لمنطقة الشرق الأوسط في معرس و355 مليون جرعة بحلول ديسمبر المقبل تعهدت أيضا شركة سانوفي الفرنسية للأدوية بالمساعدة في تصنيع 125 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة فايزر وبينتيك السلطات الصحية الصينية أكدت أنها أعطت أكثر من 22 مليون جرعة للقاح ضد كورونا للقاحها الشهير حتى الآن مؤكدة أن عملية توفير اللقاحات مستمرة بشكل ثابت ومنظم في أوروبا يطرح توزيع الجرعات إشكالا كبيرا إذ يواجه التكتل الأوروبي انتقادات بسبب تأخر عملية تحصين المواطنين باللقاحات وقد حذر الاتحاد الأوروبي الشركات المنتجة للقاحات من أنه يجب عليها أن تسلم الإمدادات المتفق عليها شركة أسترازينيكا أعلنت أنها لن تستطيع تحقيق الهدف المتفق عليه فيما يتعلق بكميات اللقاحات المتوقع أن تسلمها بسبب صعوبات تواجهها في عملية الإنتاج في المغرب بدأت وزارة الصحة توزيع لقاحات فيروس كورونا على الملاكز المخصصة للتطعيم في أنحاء البلاد استعدادا لإطلاق برنامج تطعيم جماعي لدى فيروس كورونا تسلم المغرب مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا ونصف مليون جرعة من لقاح سيلوفارم الصيني إذن تسابق الدول الزمن لاقتناء اللقاح في حرب غير متكافئة وفق توصيف الأمم المتحدة وسط أمال كبيرة بحفاظ اللقاحات المنتجة على تفوقها وفعاليتها في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته المستجدة إذن مهند كل دولة تسخر ما لديها من قدرات من إمكانات مادية وأيضا إمكانات لوجستية من أجل الحصول على اللقاحات بهدف وضع حد لانتشار فيروس كورونا ولكن كما تبعنا بأرقام هذا السباق اليوم لا يتصل فقط بعدد اللقاحات المنتجة بل بعدد الدول التي ستذهب إلى ما بتعرف بمناعة القطيع أو تطعيم الجزء الأكبر من سكانها واضح روبير أن السباق محتدم والدول التي سارعت إلى إطلاق حملات التلقيح ستجني ثمار هذه الخطوات في المستقبل القريب شكرا جزيلا لك روبير